موسيقى 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 والنهاردة هنتكلم عن أحدث موبايلات الأونر عائلة الأونر 20 وأفراد العيلة بالترتيب من الأغلى إلى الأرخص هم الأونر 20 برو وده بسعر 10500 جنيه يعني حوالي 550 دولار والأونر 20 العادي وده بسعر 7500 جنيه يعني حوالي 400-450 دولار وآخر واحد خالص أرخص موبايل الأونر 20 لايت وده بسعر 4200 جنيه يعني حوالي 250 دولار العيلة دي أونر نزلتها أثناء المشكلة بتاع هواوي مع أمريكا فمحدش أعار أي اهتمام للعيلة الجديدة ولكن بعدما المشكلة تحلته وبعدما ترامب رفع الحظر عن هواوي رجعت أونر تسوق للعيلة دي تاني ولكن الناس خلاص قد فقدوا تمامها ومعدش حد مركز خالص مع عيلة الأونر 20 ويمكن السبب الأكبر في أن هذا حصل هو أن في موبايلات كتير قوي نزلت خالي الفترة اللي فاتت عملت ضجة جامدة زي شاومي 90 اللي هو الكي 20 والكي 20 برو حتى أونر نفسها منزل الموبايلات دي وخلاص تحس أن هما مش مهتمين بيها ومش مركزين عليها لأن هما بالفعل عندهم نجم جديد وحد كده هيكل السوق اللي هو الأونر 9x ده هيبقى نجم المشهد عند أونر الفترة الجاية وبيجي بقى بشاشة بدون حوايا وبمطور ومعالج جديد جدا فهل ده بقى يسيب أي مجال لعيلة الأونر 20 دي إن حد يشتريها ولا إنها تستحق الشراء هل الموبايلات دي اتخذت في الرجلين كده بسبب حوار أمريكا؟ وهل بسبب إنهم مع عمرهم دلوقتي حوالي شهرين بقوا موبايلات قديمة وخلاص ما عادوش بيواكبوا العصر الحالي؟ هل بقى فيه موبايلات في الفئة السعرية دي بتاع كل واحد فيهم بتقدم قيمة أعلى؟ هو ده اللي هنعرفو النهاردة موسيقى تصميم موبايلات دي كلها شوية بعد تقريبا كلهم بيجوا بالتصميم اللي بتظهر الزجاجي اللامع للمزرق ده إن عجازات الإضاءة على الظهر في التوينتي برو مختلفة شوية بتكسر الدوق كده نصينه وبتشتته البرو بيجي بلون بنفسجي مضلم جدا من فوقه تحته ومنور في النص أما التوينتي العادي بيجي بنفس انكسارات الضوء بتاع التوينتي برو ولكن بيجي كله باللون الأزرق مفوش أي تدريجة ألوان التوينتي لايب بيجي بانكسارات كده للضوء وانعكاسات مختلفة عن إخواته الكبار وكما بيجي بتدريجة لون من أزرق من فوق إلى بنفسجي تحت نفسة الكاميرات واخدى نفس الشكل في كل الموبايلات واخدى شكل طولي لوجو أونر تحت بالخط العريض وكلهم بيجي بإطارات معدنية لفة حوالين الجهاز بنفس اللون ولكن مطلية بطبقة لامعة الأونر توينتي العادي والأونر توينتي برو اللي اتنين بيشتركوا في عناصر كتير في التصميم من تحت الاتنين بيجي بي اس بي سي وسماعة خارجية وفي الموبايلين قارئ البصمة مدموج في زرار الباور على الجنب مكان ممتاز بل ربما يكون المكان المثالي زمان كانت سوني بتحط قارئ البصمة في نفس المكان ده وده كان شيء عظيم وسامسونج برضو في أحد الموبايلات النزلتها كان الاس 10 اي الموبايل ده منزلناش مصر ولا نزل في الأسواق العربية تقريبا ولكن برضو كان في قارئ البصمة على زرار الباور النسخة اللايت هي الوحيدة اللي بتيجي بقارئ بصمة في الضهر النسخة اللايت برضو هي الوحيدة اللي بتحافظ على الهيتفون جاك ولكن للأسف بتيجي بمايكرو يو اس بي مش يو اس بي سي من قدام كل الموبايل هبتيكي بشاشة IVs و بيجوا برضوليشن فل اتش دي البرو العادي اللي اتنين بيجوا بخورمة في الشاشة زي الونر فيو 20 أما اللايت هو اللي بيجي بوتر درود نواتي كواравية الشاشات كلها قريبة من بعضوى ولكن البرو العادي ألوانهم أحسن شوية والكونتراست فيهم احسن شوي أنا ما عنديش مشكلة ان الشركات تستخدم شاشة اي بي اس ما عنديش مشكلة خلل ولكن عندما يستخدم الشاشة A-B-S تكون الشاشة A-B-S كويسة لكن هنا زوايا الرؤية ضعيفة جداً وأنا مش فاهم إزاي موبايل زي الورنر 20 برو يجيب شاشة A-B-S تعبانة كده الموبايل عندما بيها في الضلمة حرفياً بيغير ألوان عندما تبقى فاتح حاجة سودا من غير أي أفورة أنت حرفياً دلوقتي ممكن تشتري موبايل بـ 4000 جنيه ويكون بشاشة AMOLED لكن طبعاً كلة الشاشة بتأثر جميل جداً على تجارية مشاهدة الفيديوهات وتجارية مشاهدة الفيديوهات هنا بصراحة متواضعة جداً وأونر وهاوي دايماً بيلعبوا في الشاشة لما بتيجي تفتح فيديوهات على يوتيوب أو نيتفلكس أو حاجة بيغيروا في الكنتراست والحدة بتاع الصورة وبحيث أنها بتتضمر كده وعلى فكرة ده موجود في كل موبايلات هواوي وأونر سواء كده IPS أو AMOLED ما لهاش علاقة ده بالإضافة لأن السماعات الخارجية بتاع كل موبايلات دي هي سماعات مونو هي بصراحة التوينتي برو هو الوحيد اللي سمعته أي نعم مونو بس حلو جداً ولكن كون الشاشة مش ممتازة مع السماعات الخارجية ده هيأثر جامد جداً على تجارية مشاهدة الفيديوهات ولكن الفرج على فيديوهات مش كل حاجة خلينا نتكلم عن المواصفات شوية التوينتي برو يعتبر الموبايل الرائب بتاع أونر الجديد لأنه بيجيب أقوى معالج عند هواوي عنده أونر اللي هو الكيرن 980 مع 8 جيجا بايت رام ومساحد خلية 256 جيجا بايت والأونر توينتي برو الموبايل الأرخص منه جامل جداً بيجيب نفس المعالج كيرن 980 مع 6 جيجا بايت رام ومساحد خلية 128 جيجا بايت أما الأونر توينتي لايت بيجيب معالج أضعف كثير للكيرن 710 و 4 جيجا بايت رام بس للأسف ومساحد خلية 128 بايت والموبايلات دي كلها بيجيب بأندرويد 9 وعليها واجهة أونر الماجيك يو اي واجهة أونر اللي هي الماجيك يو اي يعني شابه جداً الام يو اي لدرجة أن الأونر توينتي لايت بيجيب سوفتوير مكتوب جوه لسيتنج اي اي ام يو اي عادي مش عارف بس المضحك جداً بالنسبة لي يعني مش عارف غيره الاسم ليه يعني ده شيء ما قفتش أي حد خلص فماجيك يو اي هو هو الام يو اي فيش فرق تجربة الاستخدام في ال اونر 20 برو وال اونر 20 العادي اللي بيجو تقريباً بنص 8 الفلاكشيبس بتاع هواوي تجربة مماشلة تماماً للفلاكشيبس دول يعني اونر 20 العادي يابو سبعة تلاف جنيه ده هقدملك تجربة بالظبط زي ال هواوي بيسرتي برو المشكلة هنا في ايه بقى كالعادة في كل فيديو الهواوي اونر السوفتوير السوفتوير هواوي اونر الحقيقة يعني عمري ما احبيته وعمري ما تشجعتله وعمري ما استمتعت باستخدامه بس طبعا دي تجربتي انا ممكن انت تكون جربت الAMUI والسوفتوير هواي وعجبك او جربت السوفتوير وعجبك فخلاص ما عندكش اي مشكلة ما تقلقش بس لو انت زي وبتحب تصميم السوفتويرات المودرن الفلات اللي مفهوش حاجات سريدي كتير زي ال One UI او ال Color OS او ال MIUI بتاع شاومي او لو انت بتحب الاندوريد الخام والسوفتوير زي بتاع OnePlus او جوجل بيكسل ما اعتقدش انك هتبسط مع واجهة هواي خالص وبعيدا عن شكلها بقى اللي ممكن نختلف فيها ونقتفق الحاجة اللي مواجهة هواي عندها مشكلة جبيرة جدا فيها هي تقلق على الاجهزة الغالية زي Honor 20 و Honor 20 Pro مش هيبقى عندك مشكلة مع التقلق ده ولكن مع حاجة زي 20 Lite السوفتوير هيبقى تقيل شوية عنصر الثلاثة ده مفقود تماما فحط النقطة دي في دمارك لو قررت تختار اي من هذين المغيلات وشيء اللي Honor تحترم عليه جدا ان كل مغيلات دي بتدعم الشحن السريع وبالاخص التوينتي والتوينتي برو بيدعموا السوبر تشارجر وبالي بيسح من صفر لخمسين في المية فحوالي نص ساعة يعني مش نص ساعة بزبط حوالي نص ساعة بس خلينا نتكلم بقى على حاجة اللي هي المفترض لعبة هواوي ولعبة Honor وهي الكاميرات فخلينا نشوف اداية الكاميرات عامل ازاي وانو تقدي على طول مع Honor 20 Pro Honor 20 Pro بيجيب اربع كاميرات تلاتة منهم محطوطين في نافذة بارزة عن الجسم بقى دخم بروز كاميرا شوفتو في اي موبايل السنة دي الموبايل بيتهز جامد جدا هو محطوط على اي سطح مستوي بيتهز لدرجة مستفزة جدا الحقيقة ولكن الحشو اللي جوه البروز بتاع الكاميرا هو المهم الكاميرات نفسها لو انت متعرفش موقع ديكس او مارك من دي تقييم عالي جدا للتوينتي برو اعلى من معظم فلاك شبس السنة دي ورغم ان ده مش لازم يكون بيدل على ان الكاميرات قوية جدا ولا حاجة الا ان الكاميرات هنا فعلا مواصفتها هتخضها عند الكاميرا اسية تمانية واربعين ميجابيكسل بفتحة دي تقريبا اوسح حاجة على اي موبايل ومعك كاميرا زوم تمانية ميجابيكسل بتوصلك لغاية تلات مرات اوبتيكال زوم وعندك كاميرا تانية وكاميرا كده واقفة لوحدها اتنين ميجابيكسل مخصصة للمكرو فيمكنك انت تخيل كم المرونة اللي عندك يعني تقدر تصور صور عادية تقدر تصور صور واسعة تقدر تعمل زوم بتوحفل غاية تلات مرات بدون ما تخسر اي كوالتي ولو ما تصل لغاية عشر مرات زوم بيبقى الصور كويسة جدا ما عرفش ازاي كل ده من غير التلسكوب مجرد كاميرا تلفوتو عادية وعندك اللينس المكرو اللي بتخليك تقرب جدا جدا من الحاجة اللي بتصورها اي اي انا صور بتبقى صوفت شوية بس انت بتقرب جامد جدا للحاجة بتلزق فيها يعني لكن الصور اللي اداءها ابهرني هي الصور بتاع الكاميرا الاسية شرب جدا كنترست ممتاز الوان وورم كده تحفة تحفة ما تقلش اي حاجة عن البي سارتي برو بس لازم تنقل الصور على الكمبيوتر وانت بتفرج عليها عشان شاشة الموبايل بتظلم الصور جدا لهذه الدرجة الشاشة واحشة طبعا تقدر تصور صور بورترية والعزلة هنا شغال كويس ولكن مش جامد قوي يعني يعني كامل الدانامي كرينجي مش حلو يعني الموبايل ده مش جامد في البرترية طبعا تقدر تصور فورتكي فيديو ولكن اخرج 30 فرية الكاميرا الاسية هنا ثابتة جدا وفيها تسبيب بصري وكمان تقدر تصور فيديو باللينس الزوم وتوصل لمسافات بعيدة جدا والفيديو بس ايبق جدا واللي هو شيء موبايل زي الرينو اللي اغلى منه بكتير وفيه اصلا تلسكوب وما بيصورش زوم فيديو مش فاهم ازاي كاميرا السيلفي هنا 32 ميجا بيكسل وصور بتاع شهرب جدا وتفاصيلها حلوة جدا ولون الجلد دي يعني هو مقبول بس مش كويس اوي لكن مقبول ما عنديش معا مشكلة والدانامي كرينجي مش جامد اوي ساعات الهايلايتس بالتلسل بالنسبة للأور توينت العادي فهو بيجي بنفس السيتاب تقريبا في الشكل بتاع الكاميرات ولكن للأسف مفيش كاميرا زوم السنسور التالت ده ده مجرد سنسور لتحديد الاطراف وطبعا كل الكاميرات هنا بتدعمش تثبيت البصري زي التوينتي برو والسنسور الاساسي اللي هو اهم سنسور برضو مستوى اقل من التوينتي برو بس النتائج الحقيقية بقى مقبولة جدا يعني انت مش هتحدد الفرق اوي مش هتقدر تعرف الفرق الصور شارب بقى الوان حلوة جدا هي مش افضل معالجة صور بس كويسة جدا الكاميرا الترواية تقريبا هي اياها بتاع البرو واسع جدا ومتقلش اي حاجة عن البرو في التفاصيل ومعالجة الالوان والوسع وكل حاجة وبرضو عندك نفس اللينس الماكرو اللي موجودة في التوينتي برو اللي بتخليك تقرب جدا جدا من الحاجة اللي بتصور تقدر تصور صور بورتري ولكن برضو زي الاونر توينتي برو الصور مش جامد اوي في بورتري فعندك طبعا مبرونا جدا في التصوير هنا ولكن للأسف مفيش زوم ده الشئ المحبط جدا في التوينتي العادي وكوان زي ما قلت ما فيش تسبيب بصري زي البرو فالفيديوهات بتبقى مهزوزة شوية واخرك برضو تصور تلاتين فريم على الفور كي الكامير السيلفي هي اللي بالزبط زي البرو ما فياش اي فرق وتطلع نفس النتائج متشابه جدا صور شارب لون الجلد المقبول دينامي كرينج ضعيف اللي مختلف تماما بقى هو اللايت اللايت بيجب تلك كاميرات بس في الظهر واحدة اساسية واحدة التروايد واحدة لتحديد الاطراف والحقيقة ما فيش اي حاجة في كاميرات اللايت تموت لعيدة الاونر توينتي بصلاعين كل الصور مستوى اقل بكتير من اخوات الكبار وبالاخص الصور الالتروايد ضعيفة جدا جدا شبه غير قابلة لاستخدام يعني من رضائة الصور دينامي كرينج عامتا في كاميرات الاونر توينتي لايت ضعيف الوان الصور بهتانة العزل كنترستي زيادة ومش حلو خالص الفيديوهات فل اتش دي بس ما فيش فوركية وما فيش تسبيب بصري وما فيش اي اقواليتي خالص في الفيديوهات الفيديوهات مش حلوة خالص الكاميرا السيلفي هي اللي كويسة جدا هي برضو معالجة الصور فيها مزاي اخوات الكبار يعني اضعف شوية الا انها صور كويسة جدا وسيلفيهات طرقة لمستوى عيلة الاونر توينتي بس كده هو ده كل شيء ممكن نقوله عن عيلة الاونر توينتي في الكاميرات طيب خلينا نجيب من الاخر وقال لكم على تقييم النهائي ونبتدي بالاونر توينتي برو البرو بيجيب سعر 10500 جنيه موبايل رائد ويعيبه حاجة واحدة بس وهي تجربة مشاهدة الفيديوهات ويميزه بشدة والحاجة اللي حرفها مش موجودة في كل موبايلات الفئة السعرية بتاعه الكاميرات فلو انت اكبر اهتمامتك الكاميرات او لو انت فان لهواوي كنت عايز تجيب بس معاكش فلوسه ده اختيار ممتاز الاونر توينتي العادي 7500 جنيه الموبايل الوحيد اللي قدر اقول عليه بيقدم قيمة كويسة مقابل السعر ده يعتبر كده فلاكشيب كيلر زيه وزي المي 9 لانه بيقدم نفس تجربة الاستخدام بتاعه الميت توينتي برو الهواوي بي سيرتي برو وبسعر تقريبا نصهم وبيني وبينكو كده الاسعار ده اكيد هتنزل بعدين فالموبايل ده ممكن يوصل لغاية 5000 جنيه بس اعمل حسابك على حاجتين تجربة الاستخدام مش افضل حاجة عشان سوفتوير هواوي يعني مش ممتاز الا لو انت فان لهواوي ولا تجربة مشاهدة الفيديوهات برضو مش افضل حاجة عشان الشاشة مش جامدة قوي لو الحاجات دي انت اوكي معاها فدي صفقة زهبية اما الاونر توينتي لايت انا مش هانف اقول عليه بصراحة خبلكو على حاجة لو انت عايش جوه قوقاعة هواوي اونر فهو بالمواصفات بتاعه اللي تقريبا بتجمع ما بين حاجة زي الاونر اتكس و الهاواوي بيصرتي لايت بيعمل ميكس كده ما بين الاتنين وبسعر الاقل منهم ب4000 او 20 جنيه فيصبح اختيار مناسب في عيلة هواوي اونر ولكن لما تبص بره القوقاعة دي هتلاقي وبشانات تانية في الفئة السعرية دي احسن بصراحة مثلا الريلمي 3 برو الشاومي نوت 7 السامسونج اي 50 الاوبو اف 11 كل دي موبايلات بتقدم بصراحة تجربة احسن فلازم عشان تختار اللايت تكون فان لهواوي و اونر وعايز تاخد تجربة بتاعهم وانت بتحب السوفت وير بتاعهم فده بالنسبة لك يبقى اختيار مناسب تسعير اونر للسلسلة دي كان موفق جدا وبالنسبة للناس اللي بتحب هواوي اونر اعتقد ان هم مش هيختاروا اي حاجة تانية من المعروض في عائلة هواوي اونر غير التلات موبايلات دول او اعمل اللي اونر نفسها هتعمله واستنى النجم الجديد الاونر 9 اكس شكرا لي الجدد على مشاهدة تمانيكوا الفيديو اعابكم نسوش تعملوا لايك الفيديو اعملوا سبسكرايب للقناة وبالي برده في الكمنتهات رأيكم ايه في الفيديو ورأيكم ايه في الموبايلات هل هي اختيار مناسب بالنسبة لكم ولا لا هل انتو فانز الهاواوي اونر ولا لا اشتركوا كل اقراركم في قراركم بكمنتهات تحت عشان اعرف وجهة نظركو اشتركوا الفيديو جاي سلام